بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد هذا جواب للسؤال الذي ترونه في الصورة في هذا المقطع مما يشتك منه كثير من طلاب العلم أنهم يتذبذبون في التحصيل فيقفز الواحد منهم من سلسلة إلى سلسلة أخرى دون أن يتم الأولى ومن كتاب إلى كتاب آخر دون أن يتم الأول وهذا الخلل يكمن في الجدول الذي يخطه الطالب في البداية لأن الجدول لا بد أن يكون فيه حد أدنى مخصوص ويكون مغلقا لا ينزل عنه ويكون هناك معه حد أعلى مفتوح وبالمثال يتضح المقال مثلا في الجدول الحد الأدنى يكون مثلا قراءة حزب حفظ آية حفظ بيت تفريغ خمس دقائق تلخص عشر دقائق قراءة خمس صفحات بتقييد الفوائد مثلا هذا هو الحد الأدنى الذي لا يتجاوز مهما حصل من المشغلات ومهما كانت الظروف اللهم إلا ما يحمل على الانقطاع الكل كالمرض الشديد أو الموت أو نحوه إذا رأيت من نفسك أنك تخترق هذا الحد الأدنى فهنا جدولك خاطئ لا بد من إعادة النظر فيه وكيف تحدد الحد الأدنى أولا لا بد أن يتصف هذا الحد بوصفين ضروريين قلة المادة المدروسة والمواظبة عليها يوميا فلا أظن أن من انبرى للتعلم يرهقه سماع خمس دقائق من العلم أو قراءة خمس صفحات ونحو ما ذكرنا قبل قليل فمن أرهقه ذلك فليدعي العلمه جانبا فإنه لا يصلح له بتاتا يبقى طيبا يسمع الدروس وينتفع ويمسك لسانه عن العلم ولغته إلا في حدود النصيحة المتيقن منها لأنه عامي لا يصلح لتحمل أمانة العلم المهم الحد الأدنى لا يخترق إذا مرت عليك عشرة أيام تجد من نفسك قد قرأت على الأقل عشرة أحزاب ووجدت من نفسك أنك كتبت خمسين دقيقة ما يعادل هذا مجلسا وقرأت خمسين صفحة ما يعادل هذا ثلث كتاب متوسط إلى آخره وتعيش على هذا في جدولك ثم لا شك أنك تزيد على الحد الأدنى بحسب الفراغ وبحسب النشاط وهذا يكون رغما عنك فتقرأ حزبين تارة وتارة ثلاثة تارة خمسة وتسمع عشر دقائق وتارة نصف ساعة وتارة مجلسا في اليوم وتجد أيضا أنك قرأت سبع صفحات وتارة عشرة وتارة عشرين كما قلنا الحد الأعلى يكون مفتوحا فهو بحسب تفرغك وأعمالك ومشاغلك وكذلك ما يحدث في اليوم من زيارات وسعي على الأولاد والأهل وصلة الرحم لكن إياك إياك أن تمس الحد الأدنى وقد قلنا في هذا ببحر الرجز يا طالب العلوم كن ذا جدولي فالجدول البديع خير معولي على الفتور وانقطاع المهملي به الهوين وتجيف لولي قسمه حسب الحال والأشغال واجعل أساسا دائما الإعمال يكون أدنى ما به تقوم وما عليه دائما تدوم فإن تزد يزد في الخير طبعا أو تقتصد فالخير باق قطع والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد